اشتركوا في القناة كانت بصراحة عظمة واسطورية ومبذول فيها مجهود جيد والناس اتبسطت بها جدا على النقيد مش من حيث المجهود بقى على النقيد من حيث المباراة المباراة رقم 27 نتيجة حتى الان 4-2 لصالح كاربو اللي يجيب 6 يبقى بطل العالم اللي يجيب 6 لازم يجيب 6 دول من خلال نقاط فوز فقط التعادلات ما بتتحسبش احنا وصلنا النهاردة للمباراة رقم 27 النتيجة 4-2 المباراة دي مظلومة جدا اعلاميا ما حدش بيجيب سيرتها وصفها كاسباروف في كتابه My Great Predecessors او اسلاف العظام بانها من اضعف المباراة في بطولات العالم لكنها تستحق النظر خصوصا ان نتيجتها ايجابية وهتشألب مسار البطولة كلها المقدمة انتهت احنا هنبدأ في اللحظة اللي تحس فيها انك مبسوط وسعيد ومستمتع بالمباراة ماشي ماشي خلاص كاربوف اللي لسه كسبان اخر مباراة وزبط النتيجة من 4-1 ل4-2 مع القطع البيضة ويلعب بيضة انكليش اوبنينج مش هارفا اقول بدأ مالك ولا بدأ وزير ده انكليش بدأ انكليش اوبنينج ماشي اوكي نايت اف سيكس نايت سي ثري اي فايف كاربوف اللي بيلعب بالاسود واضح جدا انه عاوزها معركة مش عايز انه اقول عاوزها مدعكة عشان دي بتاعت كبتن احمد الخطيب لكن عاوزها معركة ماشي يعني مش عايز يلعب أشكال متمثلة مش عايز يلعب C5 عايز يصل إلى عدم تماثل من بدري نايت F3 نايت C6 G3 لعبت الآن بيشيب B4 طبعاً هذه الأشكال مؤلف عليها كتب بجد فإن أنا أعود أقول لك أصلي ممكن يتلعب كذا أو ممكن يتلعب كذا يعني قصص كتير هنروح في سكة بعيدة جدا بيشيب C5 هنا مثلاً من النقلات اللي ما أعتقدش إنها كويشش شفي حصان في بيداء ولما بتاكل بديلك D5 يعني مثلاً بيشيب C5 هنا أعتقد حصان في بيداء قوية وبلعب حاجة زي كده طيب بيشيب B4 الفكرة أن أنا ممكن أحاول أعوج المسائل ولعب على البادئ الضعيفة دي بعدين في الميدل جيم أو في وسط اللعبة في وسط الدور 9D5 تعالي الأسود في المودرن ثيوري في اللي يام بتاعتنا بيلعب إما بيشيب باكت C5 أو معرفش هنا ليه يحصن في بيداء قوية العشة علشان بعدين ما يكون آآ لا لا مفيش حاجة ساعات بعمل حاجات أوكي حتى بعدين ما بيأكل آآ كيشة دويتي موجودة أيوان أيوا وبالتالي بيشيب C5 اوكي اي فور بشبسي فاي بتتلعب و اي فور بتتلعب لكن اللي تلعب في الماتش حصان في حصان اكل بالبيد والان نايت دي فور ياكل ياكل وعايز اقولك ان احنا في النقل رقم سبعة احنا سنة الف وتسعمية تمانية وسبعين نقلت كورشنوي نوفلتي تخيل قد ايه هذا الجزء من الشطرنج منطقة خصبة وما تلعبش فيها مباريات كتير احنا في عشرين اربعة وعشرين الشكل ده ملعوب واحد وعشرين مرة فقط دي كانت نوفلتي ساعتها سنة ثمانية وسبعين بعد كده تلعبت واحد وعشرين مرة بقى طب كوين سي تو عايزة ايه؟ عايزة كيش واخد البيداء كاربوف يلعب كوين اي سافن ويمنع التهديد لكنه ساب البيداء ده لو انت خدت البيداء انا بعمل كده وهات وهات كورشنوي مش عاجبه الكلام ده انا هنتشر اولا ودي افضل نقلة دلوقتي هقفل السكة على البيداء بالفيل ممنوع تاكل تبيد تبيد كورشنوي يلعب دائما على مكسب ولعبه نشيط بس ممكن اللعب النشيط ما يبقاش دقيق يعني ممكن نقلة نشيطة بس بتدي الخسمك شوية لعب وفي نقلة صلبة مش انشط حاجة بس صلبة وتمنع على الخسم الكاونتر بلاي هنا مثلا من النقلات الممتازة انك تلعب بي ثري بي شب بي تو وتحاول تضغط على البيداء واحدة واحدة لكن كورشنوي اي ثري ما عندوش مانع ياكل والمفروض بقول المفروض لان ده اللي ما حصلش ياكل كده وكمان شوية ممنوع دي تيجي خالص ما تلعبهاش وما لاعمل ايه الفيل يجي هنا يمسك الوطر وبرضو البي ثري بي شب بي تو على الوطر الطويل المفتوح اللي انت ما قفلتوش اصل معنى انك تعمل كده ده بقى بدأ متأخر يمكن الضغط عليه يعني ومش متأخر قوي بس تخلي بالك ان كل ما تدفع حاجة امشي مش عارف ادفع التاني عشان بيأكل بكش هنا مش حلو انما الطبيعي بي ثري بي شب بي تو والفيل التاني يبقى الفيلين بصين على الملك مع العمود النصف مفتوح كاربوف شاف اي ثري سحب الفيل واحدة ما عايز تاكل انت وتخلي منظرك عامل كده انت حر يعني ما كلام فارغ هات الفيل تهديدات على الفيل اكل اولا وهنا كان على كورش نوي انه ياكل ايه انه ياكل كده لكن ده ما حصلش هو اكل الجنب التاني دماغ كورش نوي كلها في انه يمشي بالملك ويلعب اي فور افور اي فايف وهكذا الان اكل بهذا البيضق زي ما وريتك اي فايف ممنوع تاخد هذه المساحة بزيادة على الفيل بتاعي والان بي شب دي تو وقف الفيديو وفكر تلعب ايه لو كنت مكان الاسود وعمل لايك ورحت عندي الشازلي يلبسني قضي خلص انا اسف معلش طيب تهديد الابيض ان لو الاسود لعب دي سيكس والتي تبدو منطقية جدا 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 بافتح للفيل التاني يلعب بي فور وبعد ما تاكل اكل وكمل افكار على هذا الفيل والرخ تيجي كده وهاتك يضغط على السي سابن يقوم العفريت صاحب الاسلوب اللاعبي الذي يسمي بالسم الكاربوفي ذي كاربوفيان فينم يلعب بيشب سي فايف تخيل الفيل ده راح وجاه وجاه وراح مش مشكلة بس امنع اي كاونتر بلاي بيشب سي ثري جاءت الان دي سيكس دلوقتي خلاص ما عادش دي موجودة ايو بس كوين دي تون عايز البي ده عادي وعمر ما الفيل هيتحبس المباراة ما خدتش حقها لكن المباراة تستحق العرض خصونا انها نتيجة ايجابية ازاي يعني روك اف اي وان عايز يكمل فكرته بيشب دي سابن ضغط على البي ده اي فور حاضر كمل باي فايف المفروض يعني بقول انا بقترح المفروض تكمل باي فايف مثلا ولو اكل تاكل لو طلبك ترجع وهنروح على شكل بصراحة تعادلي جدا فليتجنب التعادلية ام لاعب كينج اتش كدهو كينج اتش كدهو عشان عاوز واحد اتنين بس كاربوف يقرأ الكلام ده ويقوله سي سيكس انا هضرب الوسط بسرعة قبل الدلع والخرافات اللي في دماغك دي ما تنفزها يا اي هم بيه كده فاهم اي فايف على اي حياة اي فايف لعبها وخلاص اوه شاف ان اف فور دلوقتي مفيش وقت للكلام ده هيكل بيدق في بيدق هتاكل بيدق في بيدق حمشي خلاص حتى فيلك اللي كان كويس اتقفل عليه فا اي فايف جاءت اكل هنا اكل جاب الرخ الاخيرة تحرك بالوزير ميشي من وش الرخ وزير اف ثري مسيطرا على المربعات البيضاء بيدق في بيدق اكل بيلفيد بيشيب جي فور بيشيب جي فور بصراحة نقلة تستحق علامة تعجب نديها علامة تعجب لا يا عم اديه اديه علامة تعجب مش عيب طب ايه فكرتها ايه فكرتها انك لازم تاكل هو ببلاش بس قصاده ده ببلاش لو تجنبت التكسير انا حاكل هنا ولما تاكل يبقى انا نتاشت بيدق ولو انت كالت انا حاكل مربعات البيضاء ضعيفة لانك خسرت الفيل اللي بيلعب عن مربعات البيضاء لكن انت خسرته في الفيل برضو اللي بيهاجم مربعات البيضاء سيتبقى مشكلة اصغنانة هقولك عليها كمان شوية الشكل الصفار لو لو اسمه ايه كروشنوي تماسك وما كانش في ضغط وقت مشكلة ان في التفاصيل هذه المباراة مش موجودة يعني انا لا ازع مني عارف ان دلوقتي هم في ضغط وقت ولا مش ضغط وقت بس المستوى اللي بيبدأ ينحدر بيشيب سي ثري جاوز اول فكرة انا مسيطر مش عايز اكسر كينج جي تو بيشيب دي فور تعالى نكسر الفيل اللي هيضغط مش عالمالك بس وماتاته وبتاع عادي دنيا محمية لكن اللي هيضغط على البيادة اللي موجودة على سود يعني ده تكسير استراتيجي جدا فضل شكرا روك اي سي وان جي سيكس كوين اي تو كوين دي سيكس اللي كاينز جان بندقية اليخين اعتقد بندقية اليخين الروخين الاول ووزير في ظهرهم اكل اكل وكوين بي فايف تعالى اتكلم شوية بقى عن القصة دي جماعة لو ايا من الطرفين خسر بيدق فوجود الوزرة يرفع معدلات المكسب اختفاء الوزرة يرفع معدلات التعادل في حال واحد نتش بيدق من التاني في هذا الشكل لو دخلنا نهايات فيها وزرة المكسب يزيد مع المعال بيدق كسرنا وزرة التعادلات تزيد لان نهايات الارخاخ تعادلية هات الوزير وهنا كان عليه ان يتجنب ذلك وحتى لو اكل 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 وخسر بيدق بعد روك اي سابن والتهديد انه يلعب كده روك دي فايف هات البيدق يكسر من هنا تعالى تعالى وبعد الكش يطلع يروح يلعب اي نقلة بقى الشكل ده الانجين مقيمه انه تعادلي انت هتقول انا لو وقعت ده هيبقوا سلكين بس هذا لا يمكن لو عملت حاجة زي كده مثلا انا عاوز البيدق انا كمان بعمل حاجة زي كده متعديش يا مالك وطول ما بتاكل باكل ويتبقلك ده اللي باللعب الصح مع وجود هذا الاضعاف انه مش في مكانه ممكن يخلي الامور تمشي في سكة عدلية جدا لا انكر ان اللي هيلعب على مكسب في الشكل ده هيبقى الاسود لكن فرصه في المكسب ضئيلة جدا ولازم الابيض يعمل مصيبة ممكن ده يحصل في الليفيلات القليلة لكن في السوبر جي امز اللي بنتكلم عليهم مش وارد والله في ضغط الوقت بيحصل اي حاجة بلا مش وارد بلا بتاع المهم نرجع للمطس حيث كورش نوي قرر يكسر ارخاخ وبعد نعب كوين اي تو دي كانت الكارثة كان عليه ان يمسك الوتر ولو انت حاولت تكسر الانجين يقيم الشكل ده افضل من الشكل اللي فات ليه لان البادئ سليمة لو انت مشيت في السكة دي ووقع منك البيضاء فعلا لووقع منك البيضاء فعلا الانجين مقيم الشكل ده تمانية من عشرة خلي بالك ان ده لو وينينج لازم يقيمه ثلاثة لو هو وينينج هيقيمه ثلاثة يعني ان فيه بدأ هيبقى وزير مثلا مش هقيمه ثمانية وتسعة وتراتة من عشرة والكلام ده لا مفيش الكلام ده وينينج بس بالتكنيك الصحة واحدة واحدة وبطبعا اللي بيكسب الاشكال دي درس كمية دراسة فضيعة المهم كوين اي تو وترك الكش على الوتر اه لو انت غطيت بهذا الشكل فبعد التكسير في مشكلة كبيرة اني مش باكل البدء ده باكل ده وبعدين بلف هنا وبقى حامي وضاغط فتضطر تبقى تضطر تحمي بهذا الشكل او هذا الشكل مش تبقى هنا نشيط ووش بتتشقلب لا وبالتالي تكسير الوزره فاشل فلازم تمشي او تقفل السكة زي ما حصل والان سقط البيدق روك سي تو روك دي فور كوين اي ثري بي فايف في وجود الوزره وجود ملك شوية ضعيف مع هذا التهديد القادم على الاف ثري البادئ خطيرة جدا ايج فور ايج فايف كوين اي تو اي فور كوين اي ثري بي فور البادئ بتجري مين منعني روك افتو حماية لانه عايز يحرر الوزير ويلعب كورشنوي النقلة دي وينسحب ليه عم تعالوا نجرب حاجة الان الاسود اللي علي اللعب لو لعب روك دي ثري مثلا وانت مشيت الان اي ثري حتى لو خد البيداء الان اي تو حتى لو رجع يلحقت الترقية الان وزير على اي حال عشان الضعف اللي على الاف ثري لوجود الوزره ما انا قلتلك وزره مع ملك ضعيف في نهاية معايا فيها بيداء زيادة لا لصالح اللي معايا بيداء زيادة طبعا تاكل مثلا تاخد متات اجباري كشي 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 ما علش المباراة القادمة من كتاب اسلاف العظام وبتعليق كاسباروف وبها تفاصيل كثيرة وان شاء الله تستمتع بها جدا النتيجة الان خمسة اتنين كرشنوي يخسر مطشة كمان يروح بيتهم دا لو سابوي يروح مش عارف هامله في ايه بس لو النتيجة بقت ستة لأي حد خلاص فكاربوف لسهله نقطة ويبقى بطل العالم نشوفكم الحلقة الجاية شوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته